السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسبب كيد النساء ميادة الحناوي ممنوعة من دخول مصر 13 سنة ولماذا قالت سمحت وردة الجزائرية ولكني لن أسامح أصالة تسحرك بصوتها الهادئ الدافئ تخطفك إلى عالم يخلو من كل شيء سوى كلماتها اكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حين استمع إليها في إحدى صهراته بمصيف بلودان في سوريا وكان محمد عبد الوهاب صديقا شخصيا لأحد وزراء سوريا والذي كان زوجا لميادة الحناوي عام 1977 وخلال الصهرة استمع عبد الوهاب لصوت ميادة وأبدأ إعجابه الشديد بصوتها الجميل وتم الاتفاق على أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا وهذا ما رفضته هي آنذاك معربة عن رفضها لفكرة احتراف الفن وبعد وفاة زوج ميادة الحناوي حضرت إلى مصر برفقة أخوها عصمان الحناوي وجهز لها محمد عبد الوهاب ألحانا خاصة وبقيت حوالي العامين كانت تتحدر خلالها للانطلاق لعالم الشهرة وأثارت ميادة الحناوي الجدل بتصريحات عن سبب ترحيلها من مصر سابقا مؤكدة أنه كان بسبب غيرة زوجة محمد عبد الوهاب منها إذ قالت حينها أنها التقت عبد الوهاب في دمشق وأول أغنية ألقتها عليه كانت لسه فاكر قلبي يدي لك أمان واتفقت معه أن تأتي إلى القاهرة لتعلن عن موهبتها ووصلت بالفعل للقاهرة في عام 1977 وكان عمرها آنذاك 18 عاما وبالفعل نظم عبد الوهاب حفلة ليعلن من خلالها اكتشافه الجديد وغنت فيها ودارة الأيام ولسه فاكر وانطلقت للشهرة بعدها بشكل كبير وهنا كانت بداية الأزمة معها وسبب ترحيلها من مصر لأن زوجة عبد الوهاب تضايقت كثيرا من اهتمام زوجها بالمطربة الصغيرة القادمة من سوريا وأشارت إلى أن سيدة نهل القدسي زوجة عبد الوهاب طلبت من وزيرة داخلية آنذاك اللواء محمد النبوي إسماعيل ترحيلها من مصر وبالفعل حدث ذلك استم إرسال ضابطين إليها في شقتها في الزمالك لاستحابها للمطار وترحيلها وتم منعها من دخول مصر لمدة 13 عاما كاملة ولم تعد لمصر إلا بعد رحيل عبد الوهاب وأضافت أن وقتها كانت تربطها علاقة صداقة بالفنانة فيزة أحمد وجاءت فيزة أحمد لها سريعا وتدخلت لمنع سفرها لكن من دون جدوى مضيفة أنها سافرت إلى لبنان أولا وعانت كثيرا وقتها بسبب الحرب هناك وقالت أن عبد الوهاب قبل ترحيلها كان يقوم بتلحين أغنية لها وهي في يوم وليلة وبعد ترحيلها فوق جاءت بالفنانة وردة تغنيها وهذا ما سبب لها صدمة وحزنا كبيرين وقالت الفنانة ميادة الحنوي في إحدى لقاءاتها التلفزيونية أنها التقت بالفنانة وردة الجزائرية مرتين فقط قبل ترحيلها من مصر الأولى عند الموسيقار محمد عبد الوهاب والثانية عند الفنان جلال معوض إلا أنها عاملتها بشكل غير لائك آنذاك على الرغم من أنها كانت حسب تعبيرها مشروع مطربة وأشارت ميادة إلى أن نوعا من الغيرة جمع بينها ووردة وذلك بعدما أعلن الموسيقار محمد عبد الوهاب دعمه لموهبة جديدة وكان الاختيار محصورا بينهما ما جعل المنافسة الفنية تشتد بينهما وفي مقابلة صحفية قديمة تحدثت المطربة الكبيرة ميادة الحنوي عن الملحن الكبير بليخ حمدي والتي قدمت من ألحانه وكلماته العديد من أغانيها الناجحة وتحدثت أيضا عن علاقتها بوردة وسبب القطيعة بينهما وقالت ميادة الحنوي بليخ حمدي لا ينسى وهو سبب نجاحي وشهرتي وقدمت أغاني من ألحانه منذ كان عمري 17 عاما وهو أكثر ملحن عملت له وبالرغم أنه لم يكن مؤلفا ولم يكتب كلمات أغاني لأحد إلا أنه كتب لي أنا بعشائك والحب اللي كان وقالت ورغم كونه يمثل كل هذه الأهمية في حياتي إلا أنه كان سببا في كل مشكلاتي مع وردة حيث لم تكن بيننا غير فنية فقط ولكنها كانت تغير على بليغ مني كونه أتى إلى دمشق وعاش فيها خمس سنوات من أجلي جعل القلق يدب في قلبها وظلت التراكمات بيني وبينها تزداد وخاصة بعد حكمها على صوتي وهو ليس من حقها حتى وإن كانت من جيل العمالقة بل هو حق الجمهور فقط وقالت من شدة غيرتها مني بسبب اهتمام بليغ بي وبصوتي لم تستطع التفرق بين اهتمامه بي شخصيا وبين اهتمامه بموهبتي وصوتي فأقدمت على مؤامرة مع زوجة عبد الوهاب ومنعاني من دخول مصر لمدة 13 عاما كما عملت أيضا على منع عرض الأغاني الخاصة بي في الإزاعات وقالت المطربة ميادة الحناوي في آخر حواراتها ردا على سؤال هل سامحت الفنانة وردة الجزائرية بعد أن رحلت عن هذه الدنيا فقالت طبعا الله يرحمها ويحسن إليها وردة فنانة عظيمة وكبيرة وأنا من أشد المعجبات بصوتها وقد نسيت إساءتها إلي وحزنت جدا لرحيلها تلك الأيام ولت ونسيتها ولم أعد أتذكرها مضيفة لا أعرف لماذا وقع كل هذا ربما هي غيرة المرأة من المرأة وهي مسألة معروفة قصتي مع وردة انتهت ولم أعد أحب التحدث عنها وعلى النقيد من الراحلة وردة الجزائرية رفضت ميادة العفو عن المطربة أصالة إذ بنفس المقابلة سؤلت ميادة الحناوي قلت إنك سامحتي وردة فهل يمكن أن تسامحي أصالة أيضا؟ وجاء ردها حازما كلا لأن من يخون بلده يمكن أن يخون في كل شيء ولذلك لا يمكنني أن أسامح أصالة كانت بداية الخلافات بين أصالة وبين ميادة الحناوي عندما قالت أصالة في أحد البرامج أنها تعرفت على ميادة في منزل والدها وكان عمرها سبع سنوات وكانت ميادة نجمة كبيرة مشيرة إلى أن عمرها كبير الأمر الذي جعل ميادة تقول أنها ظهرت على الساحة الأول مرة وكان عمرها أنزاك لا يتعدى السبعتاشر عاما وتجددت الخلافات مرة أخرى لعدة أسباب أبرزهم عندما غنت أصالة قصيدة أشواء من ألحان رياضة الصنباطي وقالت أنها لا تعلم من مطرب هذه الأغنية ومرة أخرى عندما اندلعت الثورة وكانت ميادة الحناوي داعمة لبشار الأسد وأصالة داعمة للثورة مما جعل ميادة تغضب وتصور وتخرج عن صمتها ووجهت رسالة لأصالة قائلة إن عائلة الأسد التي تحكم سوريا أحسنت إليها كثيراً وعالجت قدميها ثلاث مرات وقالت أنها كانت المستفيدة الأولى من نظام الأسد وقد غنت للرئيس بشار حماك الله يا أسد والآن تشتمه وتعارضه إلى أنها كانت المستفيدة الأولى من نظام الأسد وقد غنت للرئيس أصالة لم تعد سورية الجنسية فهي أصبحت مصرية كما أن لديها جنسية بحرينية وهي تتكلم كما يحلو لها المطربة ميادة الحناوي ولدت يوم 8 أكتوبر عام 1959 مغنية سورية ولدت في مدينة حلب ولقبت بمطربة الجيل وتزوجت المطربة ميادة الحناوي مرتين المرة الأولى وهي صغيرة وتوفي زوجها وهي تبلغ من العمر 16 عاماً وتزوجت ميادة للمرة الثانية من رجل سوري يدعى مهند أحمد واستمرت معه لأكثر من عشر سنوات وطلبت منه الطلاق فرفض ذلك مما جعلها تلجأ إلى المحاكم وتنهي زواجها بالخلع عام 2009 ولم ترزق المطربة السورية ميادة الحناوي من زيجاتها أي أطفال وكان ذلك رغبة منها حيث أعلنت في أكثر من حوار لها عدم ندمها على قرار عدم الإنجاب بل ندمت على الزواج ويذكر أن المطربة ميادة الحناوي كانت قد ارتبطت عاطفياً بالملحن المصري محمد سلطان زوج المطربة الراحلة فايزة أحمد بعد رحيل فايزة أحمد إلا أن هذه العلاقة لم تكتمل وأصبحها أصدقاء ترجمة نانسي قنقر